السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم من جديد من تتبعي قناة الطبخة معي يوسف انتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير اليوم جبت لكم ثلاثة وصفات رائعة الاولى هي احلى كيكة مالحة بطريقة سهلة والنتيجة صدقوني بزاف بزاف بنينا والثانية هي عسير طبيعي صحي بالفاكهة الموسمية وفي الاخير نقدم لكم اندي سير خفيف بتشينا يجي مقرمش ماشي بزاف شكري والسكر تاعم معتعدل نبدأ بالتحلية على بركة الله نوجد لابات كرامبل اللي نحتاج فيها 180 غرام فارينا نحط عليها 90 غرام من السكر الناعم او السكر غلاس ومنساش مغرفة عملح اللي نحب نحطها كامل في الحلويات والتحليات لانها تعمل فلق كبير في الضوء نخلط شوية هاد المكونات الناشفة حتى تمتازج من بعد نحط عليها 150 غرام من الزبدة الباردة وهي من المستحسن تقطعوها الى قطع صغيرة باش تساعدكم في الخدمة هنا أنا خليتها هكدك باش يبال لكم شحال يمسى بيسك رهي بردا هنا نخدموها مليح ونحاول نرملها وكي نتحصلوا على هاد النتيجة نحبزو عندي بلاتو مستطيل كما تقدروا تستعملوا اي شكل متوفر عندكم ندهنوا بشوية زيت باش ما يلسقش معايا ونسيت ما قلتلكمش باللي هاد البلاتو الطول تتاعو 30 سنتيمتر والعرض 20 سنتيمتر ونوزع العجينة هكذا في البلاتو ونحاول نضغط عليها ونسقمو السطح ديالو كما راكم تشوفو ونديروه في الفرن على 180 درجة لمدة 20 دقيقة فهذا الوقت اللي طيب فيه هلابات نجوزو نوجدو الكريمالورانج اللي نحتاجو فيها 4 بيضات متوسطة الحجم نحط عليها رشة ملح ونزيد عليهم 180 غرام من السكر ونخلط بالباتر حتى يبيض شوية الخاليط كما راه يبالكم من بعد نحط ثلث مغارف ميزينا ما يعادل 35 غرام ونكمل نحط عصير تاع 5 حبات برتوقال ما يعادل 250 غرام وفي الاخير نحط مبشور زوج حبات برتوقال لزيس دورونج ونخلط كلش بالباتر حتى يطلع ويبيض الخاليط ويولي بهذا الشكل من بعد نحطه في كسرونا ونحطه على نرمت وسطة مع التخليط المستمر حتى ونتولي عقدة هذا هو الشكل التعلابات بعد ما طابد وهذه هي الكريم راهي وجدة وعقدة القوام اللي لازم يجيكم وليح سيتوها شوية عقدة زيادة مع لكم غير تزيدو لها شوية عصير برتوقال هكذا كبارد حتى تحصلوا على هذا القوام ونوزع الكريم على لبات وهنا لبات لازم تكون سخونة ولكريم كذلك ونحاول نسوي السطح هكذا غير بالاسباتيول من بعد نعود نرجعها للفرن على درجة 180 لمدة متزيدش على 10 دقائق هي جوشة باش تحكم لها كريم بعد ما نخرجوهم من الفرن نخلوها تبرد ونجوز نوجدوا الكيك المالحة اللي نحتاجوا فيها زوج حبات البصل الصغار اللي نقطعهم إلى قطع صغيرة كما راكم تشوفوا وفي مقلة نحط ربع مرساوات زبدة وزوج مغارف زيت المائدة وبعد نحط عليهم هذك البصل اللي قطعناها رقيق ونكمل الأشياء عليهم 6 سنات ثوم كما تقدروا تسكر في جوه ونحط المقلة فوق نار متوسطى حتى نوين يذبال البصل مع الثوم كما راو يبالكم وهنا نحط عليها صدر تعجاج اللي رحيته بالأشوار كما تقدروا تعاوضوا البولي بلافيون دروج أشي ولا اللي يحب يدرها بالطوم نخلط هكذا بالمغرفة حتى يجينا سلبصل مع الجاج ونعاود نغلق عليه للمدة الزوج إلى ثلاثة دقائق برك من بعد ناخذ فرشيطة ونحاول نفتح الجاج كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على هذة النتيجة ونبدأ ونتبلو نحط مغرفة صغيرة ملح ونزيد عليه مغرفة كوركم ونصف مغرفة فلفل كحل ونزيد عليه مغرفة كوركم ونصف مغرفة بابريكا نكمل نحط حبة طوماتيش مسكرفجا وآخيرا نحط كمية عمعدنوس مع شاشة مقطعين رقاق نخلط كله شبن المغرفة ونعاود نغطه عليه ونخلوه يتقلة ويكمل الطيب في غرضه يبقى وخمس دقائق باش نطفي عليه نزيد نحط عليه ورقة رند مع شوية زعطرة باش يزيدوا له في الذوق نكمل نخلط الافيوند ونخليها هكذا بلغطة باش تشرب كم المال فيها من بعد نطفي عليه ونخليه يبرد مليح نجوزه نوجده لبرايا كيك اللي نحتاجه فيه أربع حبات بيض نحط عليهم كاس حليب ونزيد عليهم كاس زيت المائدة مع زوج مغرف صغار خل وتقدروا تستعملوا أي خل عندكم في الدار نكمل نحط مغرفة كبيرة سكر أهلا ما تخافوش لقوتي عمرهوش رايحيبان في الأخير نزيد نحط مغرفة صغيرة ملح ونخلط كلش بالبطر من بعد نزيد كاس فارينة ونكمل نحط كمية عمعدنوس والحشيشة اللي يبقى وليم الحشو هذه المرحلة تقدروا تستغنوا عليها من بعد نزيد حوالي مغرفة كبيرة تاع خميرة الفورية ونكمل نخلط بالبطر وهنا نبدأ نحط الكاس الثاني غرب شوية مع تخليط المستمر دونك لوتو استعمل زوج كيسافارينا كاملين هذا هو القوام اللي لازم تحصل عليه كما القوام الكيكا اللي مولفين نديروها عندي هذا البلاتو تاع خمسة وعشرين سنتيمتر ديامتر اللي تنحاول حواف تاعو أنا سبقت له بابي كويسون في الأسفل ودهنت الحواف بالزيت هنا ميزون بلاس تاعنا كاملة راهي وجدة نبدأ في المونتاج في الأول نحط نصف كمية رابرايا كايك هي حاول تقسم الكمية على زوج نمشيها كاملة هكذا في المونتاج حتى توزع مليح من بعد نحط مرصاوات مثلثات تاع فروماج هذا المرحلة تقدروا تستغنوا عليها ولكن صدقوني ولا زيتوها رايها رايح تعملكم فرق في الذوق وكي برد شوية الكيك يعود الفروماج يحكم روحو وكي تاكلو يجيكم واحد الذوق ما شاء الله أهلا ناخذ الحشو تاعنا بعد ما برد كمبلت مو ونحاوله ورقة تاع الرند اللي تلقت شوية من البنة تاعها ونزيد عليه حبة بيض كاملة وتدور تاعها أنه تحكم الحشو بعد ما يطيب ونقطعوه نخلط كلش من بعد نوزعها فوق الفروماج نحاول نصقمها كامل على السطح هنا عندي زوج حبة بطاطا قطعتهم أورندال بهذا السمك وقليتهم دونزان بندويل عادي كما يقلون الفريت ونحاول نستفهم كامل هكذا فوق الفرس وهنا تقدروا نزيدوا أي خضرة مثل قرعة مقلية ولا بتنجل مقلي ولا كريه كما تحبوا أنا هناك تفيت بالبطاطا وهناك تكميه الشيط درابي حاجة غير قليلة برك سيجوش تفور دوني أمتي با بلوش دوغو وفي الأخير نكمن نحط النص ثاني لبارايا كيك ونحاول نوزعه مليح ونخبطه هكذا شوية باش يجي كامل مستوي من بعد نرش عليه شوية تاع سانوج كيما يتقدروا تستعملوا الجلج الان ونضيروا في الفرن على 180 درجة الطون اللي راه يطيب فيه الكيك نجوزو نوجدو شلاذة ونصالات السامبل أنا أحبي تنورلكم كيفاش ندوزنو الزيتون عندي كميه تاع الزيتون أسود مع فيولي نحط عليه شوية زيت الزيتون نكمن نحط مغرفة مع الدنوس مع الحشيشة المقطعين أرقاق حاولي زوج مغرف مع مغرفة ثوم مسكرفج ولا مقطع أرقيق ونزيدو عليها مغرفة هريسة ما تكونش مع مرة مليح يعني على سب الزوق ونزيد عليها شوية فلفل لكحل مع رشة كمون ونخلط كل الشمليح غرب المغرفة حتى نتحصل على هذة تتبيلة جربوها والقوتعها رائح هنا عندي نصية ديسالات تقدروا تديروا أي خضر متوفر عندكم أنا استعمت له شو مع الطماطم والفلفل ونحط عليهم من هذا الزيتون المتبل آخر مقعد لي باش نحط الطاولة تاعي هو الجو اللي من المستحسن توجدوه في الدقيقة الأخيرة باش يقعد فريشكا هنا عندي ثلث حبات شينو نقشرها ونحاول نتخلص من القشرة هذه السفراء اللي تخلي المرورية في الجو من بعد نقطعها عشوائيا ونحطها في الميني أشوار هنا تينا اللي استعملتانا يا صن بيبان وانتو مولا استعملتو تينا اللي فيها البوذور لازم تخلصوا منها وتنحيوها باش ما تمررش العصير نكمن نقيقص 15 حبات مر يعني كل واحد يستعملو اوش عندو هذا الميني أشوار اللي عندي صغير سي بورصال اللي حطيت هكذا على مراتين واللي متوفر عندو ربو كبير يحط كلش ضربة وحدة بعد ما رحيت الكمية الأولى نكمن نحط واش يبقى متمر مع حبة عبانان وهنا حبيت نكمن نحط مغير فعس الحرة باش يولي العاصير مئة بالمئة صحي بور ايفيتينز تعمل السكر كي ما تقدروا تستغنو عليه ولا تشينا تعكم حلوة نزيد نحط كمية على الماء ونرحي مليح من بعد نخلط كلش ونزيد الماء ونخلط غير بالمغير فعه ولشفنا لوجو مازال يستحق شوية ماء نزيدو له حتى نتحصلوا على هذا القاوة اللي نحوسوا عليه وهذه هي النتجة اللي تحصلت عليها حقيقة ان هذا العاصير بزاف منين نعود نعطي لكم المكونات تاعو ثلت حبات برتقال حبة موز وخمستاش حبات مر ومغير فعسل مع لترا ماء هذه هي الطاولة بعد ما وجدنا كامل الوصفات نديمولي الكيك في الاول نجوز على الحواف بالموس باش يتنحى الكيك بكل سهولة كما راكم تشوفوا من بعد نفتح المول شوفوا الله يبارك كيفاش تابد نحاول نقسم لكم امور سوء باش تشوفوا كيفاش جيتم الداخل صدقوني هذه من ارواع الوصفات توالم حتى في شهر رمضان اللي راهو على الابواب ربي يقدرنا ان شاء الله ضوك الواحد من ليحي يجرب هذه الوصفات اهنزت زينتها بليروزاس تعلو فرهماج باش نزيدوا لها شوية في الديكور شوفوا شحر طرية والشكل تاعها شحر شباب اما الذوق تاعها انضمن لكم بالليهاي هذا هو شكل تحلية تاعنا بعد ما بردت شوفوا كيفاش ندموليوها بكل سهولة ونحاول نقسمها الى مربعات وانتم ما تقدروا تقطعها باي شكل تحبوه هنا حبيت نقرب لكم واحدة باش شوفوا كيفاش جات نقرب لكم حبيت نرشع لها شوية سوكر غلاس وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها ان شاء الله تكونوا استفتوا ولو بالقليل الى الفيديو الجاي تربحوا ان شاء الله اشتركوا في القناة